اشهد صعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بما تجده الوزارة من دعم واهتمام من لدني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفتح في ده الله ورعاء ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ده الله ورعاء للمسيرة التعليمية اكد صعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على تنفيذ المبادرات المنبثقة عن المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب ضمن جهودها الارتقاء بالعملية التعليمية التي تشمل الشق التعليمي والانشطة الطلابية حيث رعى الوزير ملتقا افتراضيا اقامته الوزارة احتفالا باليوم الخليجي للمهبة والابداع هذا الاحتفال يأتي ضمن اهتمام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ التوجهات الملكية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتي تؤكد بشكل مستمر على اهمية الاهتمام بالنش وكذلك رعاية الموهبين وايضا الاهتمام بهم ويجسد في نفس الوقت دعم سيدي صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بهذه الوزارة وبرامجها التطورية المتنوعة اليوم مركز الموهبين يرعى ويتابع اكثر من اربع تلاف ومائتين طالب وطالبة وزارة التربية والتعليم مقبلة في الفترة القادمة على جهود كبيرة يتم التحضير لها من الآن لأن متطلبات القرن الواحد والعشرين تحتاج إلى مهارات أساسية ومتطورة وقد نوه الوزير في كلمته بهذه المناسبة الخليجية الخاصة بالطلبة الموهبين الذين يعتبرون رصيدا للوطن وعمدا للمستقبل واثنيا بكل الاعتزاز على الجهود الكبيرة في اكتشاف ورعاية الموهبة والإبداع مشيرا إلى أن الوزارة وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية قد استمرت في رعاية هؤلاء الطلبة من خلال التنسيق القائم بين مركز رعاية الطلبة الموهبين والمدارس عبر أخصائي التفوق العقلي والموهبة ومنسق لجان رعاية الطلبة بها حيث استمرت مشاركة الطلبة في أنشطة المركز والمسابقات المحلية والخارجية طبعا اليوم سرنا الحضور في هذا اليوم الجميل جدا بالنسبة لطلبتنا الموهبين اللي يستحقون كل التقدير والاحترام والرعاية من قبل وزارة التربية وهي مو أول لفتة من قبل الوزارة لأن الوزارة دائما تسعى لرعاية هؤلاء الطلبة والاهتمام فيهم وتكريمهم بداية أشكر وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم سعالة الوزير في كلمته التي تقدم فيها اليوم لطلبته الموهبين على مستوى مدارس البحرين وكذلك حق المعلمات الموهبة والتفوق من منسقين وأخصائيين فعالية اليوم كانت بمناسبة اليوم الخليجي للموهبة والإبداع وكان لها دور واجد مهم في رعاية الطالبة وتنمية مواهبهم منطلق اهتمام مدرسة خولة ثانوية للبنات تم إنشاء مركز فانتسي لرعاية الطالبات اللي يضم 14 جماعة من الموهبات اللي تدعمهم وتنمي موهبتهم هذا اللقاء يعد دعم لطلب الموهبين وإبراز الموهبهم وهواياتهم وهذه كلها بفضل جهود وزارة التربية والتعليم وإدارة التربية الخاصة في ظل جائحة كورونا طبعا استمار دعم طلب الموهبين من خلال البرامج التي تقدم لهم عن بعد من خلال منصة البواب التعليمية والتيمز وأكد وزير التربية والتعليم أن اهتمام وزارة التربية والتعليم بالموهبة والإبداع كان مبكرا ومواكبا لعمليات التطوير الشامل للتعليم منذ العام 2005 انطلاقا من الدور الذي يجب أن تطلع به المؤسسات التربوية في مجالي اكتشاف ورعاية التفوق والإبداع مضيفا أن الوزارة تسعى باستمرار إلى توفير فرص التعليم والتعلم والإبداع لكافة فئات الطلبة وإعطاء الموهبة والإبداع مساحة واسعة ترجمة نانسي قنقر